اشتركوا في القناة وياد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققه تمرين درع الخليج المشترك درع الخليج واحد الذي حضر حفل اختتام مناوراته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أقيم مؤخرا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وحضور قادة وكبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة وأكد مجلس الوزراء أن تمرين درع الخليج المشترك يعزز من القدرات الخليجية أمنيا وعسكريا ويزيد التنسيق والتعاون بين قوات الدول المشاركة فيه ويرفع من جاهزيتها وأهبتها في مواجهة التحديات ومجابهة الأخطار المحدقة بالمنطقة مشيدا المجلس بالمشاركة الفاعلة لقوة دفاع البحرين في هذا التجمع العسكري الهام وما أبداه كوادرها في التمرين من كفاءة عالية بعدها رحب مجلس الوزراء بانتخاب مملكة البحرين في عضوية اللجنة الأممية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة ما يؤكد ثقة المجتمع الدولي فيما حققته مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدة من موجزات حقوقية وبصداها الدولي الواسع وعززته المملكة بوفائها بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في كل ما يتعلق في مجال حقوق الإنسان ونجاح سياساتها الدبلوماسية بعدها اطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته التاسع والعشرين قمة القدس الذي عقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا وذلك من خلال تقرير معالي وزير الخارجية حيث أشهد المجلس بقرارات القمة العربية لما تشكله من دعم للتضامن العربي وتعزيز للعمل العربي المشترك وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى تسهيل إنشاء الصلاة وقاعات المناسبات في مختلف المحافظات وفق آلية وضوابط تكفل تلبية احتياجات المواطنين من مثل هذه الصلاة وتخفف عليهم من الالتزام بالمتطلبات الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم فضلاً عما تشكله من أهمية في تعزيز جهود العمل الحكوبي في المجال الاجتماعي بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي أولاً وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يحمي حقوق من استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه أو طوره بالتهجين أو بغيره ويعطيه حماية مدتها 25 سنة لإنتاجه تجارياً للأشجار والأعناب وعشرون سنة لغيرها من الحاصلات الزراعية ويجب مشروع القانون تسجيل الصنف النباتي الجديد في سجل يسمى سجل الأصناف النباتية بإدارة الثروة النباتية بالوزارة المعنية بشؤون الزراعة وينظم مشروع القانون أيضاً الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة ويجب لحماية الصنف من النبات أن تتوافر فيه الجدة والتميز والتجانس والثبات ويحمل تسمية خاصة به ويتيح مشروع القانون الفرصة لمربي النباتات لاستنباط أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية وإنتاجية مرتفعة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وحال المجلس مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة إلى السلطة التشريعية وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأن مشروع القانون كل من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وساعدة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ثانياً وافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية تعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المقترحة مع الوكلات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتختص بالعمل على ضمان مواءمة هذه المشاريع والمبادرات مع أطر وأولويات برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزرية للشؤون القانونية وعرض توصياتها مع لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثاً بحث مجلس الوزراء تسجيل الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين والذي تم إشهاره رسمياً في مايو عام 2016 بمقر جامعة الدول العربية ويندرج تحت مظلته عدد من المنظمات الأهلية المهتمة بالشأن التطوعي ويهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات التطوعية في الدول العربية وتطويره من خلال تأهيل وتدريب الإنسان العربي للنهوض بحركة العمل التطوعي وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية رابعاً أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة الثامن عشر من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ثمانية وأربعين لسنة ألفين وعشرة المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله خامساً بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بشأن تخصيص أرض لصالة مناسبات في المحافظة الجنوبية والثاني بشأن تخصيص مقر لمركز شبابي في سلمباد حيث اتخذ المجلس القرار المناسب بشأنيهما وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ترجمة نانسي قنقر